السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بمتابعينا متابعي قناة السكولة التعليمين ازايكم السنة تالتة ايه الاخبار النهاردة معايا درس رحمة الرسول بحفيدي تعرفنا من الدرس الفاتة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده حفيدي اسمهم ايه برافو الحسن والحسين اجتمع الاحفاد حول جدهم كعادتهم كل مساء فسأله زياد ما حكاية اليوم يا جدي فرد الجد ساحكي لكم اليوم قصة عن عن احفاد رسول الله ولكن بعد هذه المسابقة فرحت مريم وقالت لكم احب هذه المسابقات ما السؤال الاول يا جدي فضحك الجد وسأل من اول زوجات الرسول اه من عارف من اول زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم برافو عليكم قفزت مريم وقالت السيدة خديجة رضي الله عنها تعالوا نشوف حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابنائي قال الجد من منكم يعرف اسماء ابناء النبي قفز زياد وقال للرسول اربع بنات ينركز للرسول اربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وقالت فريدة وكان له ثلاثة ابناء القاسم وابراهيم وعبد الله وجميعهم توفوا قبل ان يتموا عامه الثاني رد الجد احسنتما والان لنستمع الى حكاية اليوم عندما ولدت السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنة الرسول ولديها سماهما الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم سما أحفاده الحسن والحسين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا حتى انه وقف يوما على المنبر فاذا بهما يدخلان المسجد ويتعثران في ملابسهما فنزل من على المنبر واخذهما في حجره صلى الله عليه وسلم ده من كتر ما هو ايه بيحبهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال عمر ألي هذا الحد كان يحبهما يا جدي أجاب الجد نعم يا عمر ففي أحد الأيام خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة حاملا أحدهما فوضعه بجانب رجلي اليمنى بينما يسجد إلا أن الغلام التف برجليه حول رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الرسول السجود حتى نزل الغلام يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيصلي راح حفيده طلع على رقبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد مرفعش راسه علشان حفيده ما يقعش فضل موطي وساجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حد ما عفيده خلص خالص وشبع لعب ونزل آمن النبي صلى الله عليه وسلم من السجون قالت فريدة لهذا الحد كان رسولنا رحيما طبعا يا فريدة سيدنا محمد كان رحيم جدا دعوا نشوف الجد هيرد ويقول ايه اجاب الجد نعم حتى انه كان يحمله فيقول اللهم اني احبه فاحبه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان بيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يحب حفيده زي ما هو ايه كمان بيحبه قال زياد صلى الله على رسولنا الكريم مثال الرحمة والمودة نروح للتدريبات اذكر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقفين التاليين واقف الرسول يوما على المنبر فاذا بحفيده الحسن والحسين يدخلان المسجد وهما يتعثران في ملابسهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه طبعا نزل من على المنبر عمل ايه جميل واخده من نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعمله في احد الايام خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الى الصلاة حاملا احد حفيدي فوضعه بجانب رجله اليمنى ليسجد الا ان الغلام التفى برجلية حول رقبة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عمل ايه رفع راسه فقام حفيده وقع صح لا يا مست مريم ده سيدنا محمد ايه اطال السجود حتى انتهى حفيده من اللعب وبعدين سيدنا محمد رفع راسه صلى الله عليه وسلم اكمل شجرة اسرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان عنده حفيدين اسمهم ايه وكان عنده كان بنت اربع بنات وتلات اولاد كان اسمائهم ايه من فاكر وقل ازوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها ايه هتاخد السورة دي سكرين وتكتب لي عليها اسماء احفاد النبي صلى الله عليه وسلم واسماء اولاده وكمان اسم اولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتبعتها لي على الجروب بتاعنا جروب ايه تلتة ابتدائي عربي ولغات مع السكولة ولو انت مش مشترك في الجروب هسيب لك لينك الجروب في صندوق الوصف ادخل واشترك عليه لو انت مش مشترك ولو انت مشترك بالفعل نزل لي ايجابة السؤال ده على الجروب بتاعنا واشوفكم على خير يا سماء تلتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة